مننتقل إلى الأخ سهاك كاسابيان اللي صار معنا عبر سكايب مرحبا سهاك وأهلا فيك معنا مرحبا مساء الخير وشكرا لها التطليل حلوة أهلا فيك سهاك سمعت معنا معاناة السجنة داخل سجن رومي وسط تفشي فيروس كورونا وغياب حقوقهم كبشر كإنسان وغياب أي معايير صحية للحد من هالوباء ولا معينة المصابين أخ سهاك اليوم السجنة حاسين حالهم ميتين وقلنا علي كذا مرة أنه هو ما بده يموت داخل السجن حاسس حاله ميت اليوم داخل السجن أو مهدد بالموت أخ سهاك كيف في الإنسان يستعيد الأمل والرجاء بوسط ظروف قاهرة ويأسة لها الدرجة أكيد الوضع اللي وصلنا له بلبنان مش بس بالسجن مش بس بكورونا الوضع اللي وصلنا له بلبنان وورا الانفجار اللي صار ببيروت وورا الحريق اللي صار بالبور وورا كلها الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي اللي وصلنا له طبعا وكل الناس صاروا عم بي قاعدين بسجن صاروا كلهم العالم قاعدين بسجن بلبنان بطل بس المزونين هنا برومية ولكن صرنا قاعدين بسجن كبير صار كل شي مهدد وضعنا الاقتصادي مهدد أولادنا مهددين بخطر زواجنا مهدد صحتنا بخطر أشغالنا 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 حتى مستقبلنا بخطر يعني صار كله خطر تحت خطر وصار كلنا عايشين تحت ديء ولا في أمل لا في رشاق لا في السئة ولا في أي أمر صح ولكن حلو بالموضوع أنه يام نكمل النق ونخدع لهذا الخطر أو نرجع لمبادئ الكتاب المقدس يلي في كتير أشخاص عاشوا بهذه الظروف مثلا الرسول بولوس كان بالسجن وهو وسيلة وعرفنا أنه بيخبرنا كتاب المقدس بعمل الرسول أنه ما استسلم الرسول بولوس وسيلة ولكن رفعوا إيمانهم بالرب وبلشوا يصلوا ورفعوا إيمانهم وحطوا إيمانهم بالمخلص يلي قادر أنه يخلصون ولكن أنت عم تحكي لهذهك ربحت على قلبي هاجر كلنا منعرف هاجر أنه كانت جارية عند إبراهيم وصارة نعم سراي ولكن هاجر بهذاك الوقت ما كان عندها أي شي تعمل وفرد علي أنه تكون عم تشتغل جارية عند سراي وعند إبراهيم وكلنا منعرف الخبرية ولكن الحلو بالموضوع أنه الحياة مع هاجر ما كانت حلوة كتير هي ما زنبة شي ما عملة شي كانت كتير نيحة هاجر ولكن سراي كانت عاقر ما كانت تجيب أولاد أم تجيب سراي هاجر عطيته لإبراهيم بيقول كتاب وقدس بإصحاح 16 وأي أربعة بيقول فعاشرة هاجر فحبلت منه صارت الدقيقة سراي لهاجر لدرجة أنه بيقول بأي ستة أجي تشكية سراي لإبراهيم أنه عم تغيزني هاجر لأن هي حبلة وأنا ماني حبلة بيقول فأجابها إبراهيم ها هي جاريتك تحت تصرفك فافعل بها ما يحلو لك هرأت شو ما بدك أعملي فيها لهاجر وسراي الهيئة ما كانت كتير رائعة مع هاجر لدرجة أنه بيقول كتاب وقدس فأزلتها سراي حتى هربت منها يعني وصلت لمطرح على الإزلال لا في أمل لا في رجاء ولا في أي أمر خطر بحياتها لدرجة أنه عم تعمل فيها سراي اللي بدأيه لحتى دال قررت هاجر أنه تهرب من سراي ومن إبراهيم وقررت تبرم تهرب تهرب لصحرة ولكن السؤال بشوي هون هل الهروب هو الجواب الصح؟ هل الهاجر كانت عندها علاقة حقيقية مع مع الربنا نعم هاجر كانت قعدة ببيت مؤمنين ولكن هل هي كانت عندها عن جد علاقة مع الرب ولكن هاجر هاجر قررت تهرب ما قد تتضاين قررت تهرب مثل ما نحنا لأكتار من الشباب نعم بيقرروا يهربوا مثل ما اكتار من أولادنا نعم بيقرروا أنه يهاجروا يتركوا لبلين أو مثل ما اكتار بشمال عنا مثل ما نحنا لقاعدين بشمال عم يشوف أنه عم بيفضلوا يهربوا بشخطورة صغيرة ويموتوا ويموتوا بالبحر عم بيهربوا عم بيهربوا من الخطر عم بيهربوا لا ما في رجاء ما في مستقبل وهاجر بها تلك الوقت قررت تهرب وهربت على الصحرة يمكن ما هربت على البحر بس هربت على الصحرة الصحرة بكتاب القدس هو عبارة عن خطر عبارة عن ضيق ما في أي رجاء ما في أي أمل ما في أي حياة كلنا بنعرف أنه بالصحرة حتى ما في ماء والماء هو رمز دا الحياة نعم يعني ما في أي أمل للحياة ولكن حلو بالكتاب القدس بيقول أول ما هربت هاجر بيقول بي أي سبعة فوجدها ملاك الراب اليوم الكلام يلي بدي أقوله للعالم اللي عم بيسمعونا إن كان بي لبنان أو كتير بعالم كتير في ناس برات لبنان يمكن كمان عندهم ديقات يمكن كمان عندهم صعوب ظروف صعبة يمكن كمان عندهم اضطهاد يمكن كمان عندهم حروب أو يمكن كمان عندهم جوع أو يمكن كمان عندهم أزمة مالية عالمية أو كمان عندهم عندهم عايشين بخطر مش الهروب الحل اليوم انت حتى اذا هربت او انت حتى اذا هربت عرافة انه فوجدها ملاك الراب والهاجر ما كانت هي مؤمنة ليش ابع شوية بدنا نشوف ولكن ملاك الراب اللي بيرمز للرب يسوع المسيح عراف انه اليوم الرب يسوع المسيح هو ناطرك هو عم بيبحث اولا منك كل من حتى اللي بالسجن نعرف انه رسول بولوس كان بالسجن ولكن رب عطلو ملاك ولكن هون هاجر الرب يسوع المسيح قبل ما يكون ظهر بالجسد اجل عنده فوجدها ملاك الراب يمكن الناس بيقولولي طيب هيا نحنا كيف بدو يجي يسوع بدو يجي لعنا لا الرب اليوم عم بيستخدم عم بيستخدم هذا البروغرام عم بيستخدم صوتنا عم بيستخدم كل امر ليوصلك رسالة اللي عم تسمع اليوم اللي عم تسمع اليوم اللي انت بخطر او انت باي الظرف اللي كنت فيها الرب اليوم هو عم بيفتش عليك اليوم الرب يسوع المسيح هو عم بيركد ورا مني لا يلاقيك هو الشافي اليوم حتى انا سجناء نحنا منتمنين لهم منصلي لهم دايما انه الرب يفرج عنهم والرب ولكن الرب يزورهم بالاول لا يتغيروا ويعرفوا الرب يسوع المسيح كرب وإله ومخلص لانه هو المخلص وهو الشافي هو القادر ان يصنع معهم مع كل شعر شكرا لألك شكرا لألك شكرا لألك آمين اشتركوا في القناة